البكتيريوفيج الفيروسات هي كائنات لا خلوية مجبرة على التطفل داخل الخلايا الحية ولا يمكنها التكاثر إلا داخل كائن حي توجد الفيروسات في كل الأنظيمة البيئية في التربة والماء والهواء تصيب الفيروسات جميع الكائنات الحية من حيوانات ونباتات حتى إنها تصيب البكتيريا وتسمى عندئذ بكتيريوفيج البكتيريوفيج تغزو خلايا البكتيريا وتتكاثر فيها وذلك لعجز الفيروسات عن التكاثر بنفسها كالكائنات الحية المختلفة حجم البكتيريوفيج أصغر من حجم البكتيريا بحوالي 100 مرة ولا يمكن رؤيتها إلا بالميكروسكوب الإلكتروني البكتيريوفيج أو لاقمات البكتيريا هي فيروسات يحتوي أغلبها على المادة الوراثية DNA ونادراً ما تحتوي على RNA يتميز البكتيريوفيج بشكل مثير للاهتمام كأنه مسبار فضائي حيث يتكون فيروس البكتيريوفيج من رأس يحتوي المادة الوراثية محاطة بغلاف بروتيني له شكل هندسي والذي يتصل بذيل حلزوني وذيل محوري تكاثر البكتيريوفيج يرتبط البكتيريوفيج بالخلية البكتيرية بواسطة تركيب يشبه المجسات مرتبط بالذيل ثم يستخدم الفيج حركة تشبه الحقنة تحت الجلد ويحطم جزءاً من غشاء الخلية البكتيرية ليحقن مادته الوراثية في الخلية وأترك الغلاف البروتيني فارغاً خارج الخلية البكتيرية ومن ثم يسخر الفيروس خلية العائل لتكوين فيروسات جديدة وذلك بعمل نسخ من مادته الوراثية ومن الغلاف البروتيني ومن الذيل ثم تم تجميعها فتنفجر الخلية البكتيرية وتحرر مئة فيروس جديد يهاجمون خلايا بكتيرية أخرى ويعيدون الكرة من جديد